بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلاً ومرحباً بكم في بارت سيرتين إن إلاستيك بيهيور نتكلم على الكومبريشن فيليار إمتى يحصل الكومبريشن فيليار بمعنى يحصل الكومبريشن في الخرصانة بمعنى إن الخرصانة تنهار قبل ما يحصل الإنهيار في الستيل وقبل كده تكلمنا إن معناها إيه الخرصانة بتنهار إن الإسترين بتاعها يوصل الألتمت إسترين الألتمت إيه إسترين This is a sudden failure وده أخطر شيء في الخرصانة لإنها مادة بريتل مادة بريتل يعني إيه مادة بريتل يعني الإنهيار اللي فيها بيبقى إنهيار مفاجئ وده بنسميه sudden failure The beam في الحالة ديت is known as over reinforced beam يعني فيها حديد نسبة التسليح فيه بتبقى عالية تمام؟ يبقى في الحالة ديت الكومبريشن فيليار بيبقى sudden failure وبيحصل إمتى؟ لما يبقى السيكشن عندي over reinforced يعني نسبة الarea ستيل بتبقى عالية في القطاع طيب المقصود بالtention failure إن reinforcement yields يعني بيوصل لمرحلة الإنهيار before the concrete crashes يعني قبل الخرصانة ما توصل لمرحلة الإنهيار the concrete crashes is a secondary compression failure يعني بيحصل بعد كده بعد ما الحديد بينهار الخرصانة بتنهار وده cross section زي ما احنا شايفين إن الحديد هنا قليل عشان كده بنسميه under reinforced beam under reinforced beam يعني نسبة التسليح اللي عندي بتبقى قليلة في الحالة ديت ده اللي سترين اللي بيبقى موجود فيه اللي ستيل زي ما احنا شايفين إنه بيساوي أربعة مثلا في المثال ده اللي سترين بتاع اليد وبالتالي حصل الإنهيار هنا الألتمت سترين بتاع الخرصانة اللي هو ثلاثة من ألف طيب الحالة التالتة ودي اللي مطلوبة في التصميم إنه يبقى عندي balanced failure إيه المقصود بالbalanced failure يعني الخرصانة بيحصل فيها crushing بيحصل فيها failure والستيل بيحصل فيه yield at the same time at the same time يبقى في الحالة ديت اللي سترين بتاع الستيل وصل للألتمت اللي هو الابسلون واي اللي سترين اللي في الخرصانة وصل للألتمت اللي هو ثلاثة من ألف وده اللي بنسميه balanced reinforced beam بمعنى إن الخرصانة والستيل بيحصل فيهم الانهيار at the same time طيب which type of failure is the most desirable يعني إيه desirable يعني بمعنى إحنا عايزين إيه في التصميم إيه الdesire بتاعتك في التصميم إيه الرغبة بتاعتك في التصميم يحصل عندي ما يسمى بالunder reinforced beam اللي هو الستريس اللي موجود في الحديد بيساوي الFY وفي نفس الوقت اللي سترين بيبقى زاد الyield سترين وفي الحالة دي بنسميه ده ductile system ductile system دي تلات حالات عندي الحالة اللي هي بتاعت balanced failure الحالة بتاعت under reinforced beam الحالة التالتة اللي هي over reinforced beam وإنه طبعا في حالة كلمة balanced معناها الانهيار اللي عندي بيحصل في الخرصانة بيحصل في الاستيل at the same time ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر